السلام عليكم أخوة سننتهي مباشرة في الموضوع يوسف عطال في برشلونة كيف هذه الإشاعة؟ الناس هبلت صحيح الناس بدأوا يهبلوا ويمنوا يمنوا برك عطال في البارسة يعني ماذا هو المعيار للبارسة ستجيب عطال يرحم بابكم تقولوا لي تكره عطال لا نكره عطال لان عطال ما عندي والو معه لكن كيفش البرسة نادي في اعلى مستوى يجيب عطال ماذا هو الإنجازات التعطال في الأوينة الأخيرة لكي يجيبوه ماذا هو المعيار هذا؟ لا نفهمكم سبحان الله عطال سوف نعطيكم بعض الأرقام عطال عطال سوف يدوك من 2018 وهو في نيس 2018-2019 19-20 20-21 21-22 سوف يدوك ربع موسمه و سوف يبدأ الموسم الخامس نرى بعض الإحصائيات التعطال في الثلاث سنوات الأخيرة مع نيس في الدوري الفرنسي لعب 13 مباراة في الموسم 2019-2020 18 مباراة في الموسم 2020-2021 و 17 مباراة في الموسم الأخير ترى 48 مباراة كل عام في الدوري الفرنسي لعبوا 38 مباراة مباراة في ثلاث سنوات في عودي لعب 114 تضرب 38 ثلاث سنوات 42% في المشوار ثلاث سنوات في المشوار لعب غير 42% ضيع 58% في العيادة يعني في أرويقة المستشفى سوف يجوز أكثر وقت في العيادة ولا في الميدان هذا اللعب كيف تستطيع البارسا تجيبه لا نفهم الخواة دعوه يخدم يجب أن تضغط يجب أن يجع في البارسا أو لا يستطيع أن يمارك يجع المستوي تزيد إشاعات على بارشالو نعم تقتل الجوار نعم نعم ما تريد أن تقول الإصابات 19 إصابة في المسيرة الكوروية كمحترف ثم يبدأ الإحتراف في كورتري في بلجيكا حتى لديك 19 إصابة و لم تحسب كورونا لم تحسب لك 20 إصابة لا يبدو أنا نحيت لوحدة تقريبا 20 إصابة في المسيرة في خمس مواسم منذ 2017 تخرج لك 4 إصابات في العام ثم 4 إصابات في الموسم لا تدخل في العقل جوار كما هذا بهاد الستوريك اللي راكم تشوفو فيه البارسا تجيبوا لكي يقول لي ظاهر أي منتع بارشالونا اللي راح يلعب الليق دي شامبيون راح يلعب كأس المالك راح يلعب الدور الإسباني راح يلعب راح يلعب بلاك مفهمتوش مليح المعلومة بلاك راح يدوه للمستشفى تبارشالونا الوبيطال بارسولون بلاك يدوه ثم مي باش تقولي أنا البرسا يدوه اه مكش منها اقع مكش منها نعلو الشيطان الخاوة خلوه يخدم خلو عطالي يخدم فيه نيس راح مليح فيه نيس خلوه يلعب راح يلعب 14 دقيقة في المباراة الأخيرة تعد دوري الفرنسي خلوه راح يلعب الأوروباليق في الأراضي المحتلة راح بدأ راح بدأ الموسم مليح اكتوف راح بدأ الموسم مليح خلوه يخدم خلوه يقبض روحو بس كان عطال من اللي نعرفه هو مصاب دايما إصابات 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 يعني العلماء العلماء تعطب اللي راح يحوسوا اللي راح يبحثوا راح يتساءلوا وش المشكلة تعطال علاشر راح يحصلوا الإصابات انتوما تحوسوا البارسا يدوه العلماء اراني يقولكم بللي ارامي سيوا يفهموا وعلى بلنا بل بن شيخ لقالوا الحل بن شيخ لقال الحل على بلو وش هو الإصابة خلوكم تسمعوا بن شيخ على بلو وش هو الحل اللي بل يصير هادو ما احنا نعرفوهم كفوتبالير لزار دكتور عندهم تثبات لهم بيان بريسيز من ناشي يجيو لا أعلم ونقول لهم نصيحة ان شاء الله تتزوج في القرب وقت تكون عندك اوكيباس نعم 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 نعم